اشتركوا في القناة تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من دساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المسلمين وسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة في البداية نرحب بفريق عمل البرنامج معنا اليوم في الإعداد السيد الحسني البلاونة في التنسيق إسراء الهاشمي وفي الإخراج أيمن سرحيل وهذه تحياتي محددكم محمود يوسف العلي وصبحت الله بالخير دكتورة يا صباح الورد يا صباح الجمال يا صباح الأثنين وخامس يوم من أيام شهر رمضان الكريم ويعاد عليكم إن شاء الله وإن شاء الله كان الصيام سهل عليكم وما تعبتوا وايد وأذكركم أول شيء برقبة توصل مع البرنامج على 600-55-14-14 والرسائل النصية على 400-06 واليوم موجودين إن شاء الله لايف على نور دبي على الإنستجرام سؤال حلقتنا اليوم مستمعين الكرام إجراء بسيط يعد العامل الأكثر فعالية في التقليل من مخاطر العدوى عند زيارة المريض هل هو عدم ملامسة المريض؟ أو عدم زيارة المريض نهائيا؟ أو غسل اليدين قبل وبعد زيارة المريض؟ على 400-06 مع أسماءكم الثلاثية ولكم هديتين مناخذ فائزين يعني فائز بيفوز 500 درهم كاش وفائز بيفوز بكوبون لفحوصات VIP مقدمة من مستشفى الزهر الخاص في دبي إذن الثنين الفائزين بيكونون معانا إن شاء الله بعد الإجابة على السؤال الذي يقول إجراء بسيط يعد العامل الأكثر فعالية في التقليل من مخاطر العدوى عند زيارة المريض واحد عدم ملامسة المريض اثنين غسل اليدين قبل وبعد زيارة المريض ثلاثة عدم زيارة المريض نهائيا لحد يطرش لي جواب واحد واثنين لا عدم ملامسة عدم زيارة غسل اليدين مع الاسم الثلاثي على أربعة صفر صفر ستة وإذا بدت حط راقمك بعد زيارة ومو بعلى الإستجرام لا تطرش لي جواب على الإستجرام الإجابات بس على الرسالة نصير لأن النظام عندنا يختار اسم الفائز بشكل سريع طيب كنت بقول شي نسيت والله عندنا اسمه اسمه الجناحي على الخط سامحيني اسمه صباح الورد يا اسمه صيان مأثر علينا طيب يا ربي كيف يمكن أن أسعى الحلقة كاملة نسيت يا أختي نسيت تفضلي تفضلي يا اسمه أبحثم الله بنور السرور بس جولة على الأشياء نحن كنا نحطها أو حطيناها اليوم الأمس نحن 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 ننونا نحن كل يوم ساعة ثلاثة وساعة ست نحط نصائح فيديو بسيطة وساعة تسع توعوية جميلة والمسابقة ساعة تسع وبدأينا مسابقة أيضا طبختنا عليه تحطينا الأنونسمنت أمس نتمنى الناس تشارك تشوفوا المقادر يأخذون المقادر يطورون طريقة التحضير ويحطوننا تاق على الانستقرام جميل مغيرها من قلقهم النصائح اللي نحن كنا نسويها وأيضا من أحد المبادرات اللي نحن نسويها طريق شباب الهيئة مشاركين مع مجلس شباب الهيئة هيئة تنمية المجتمع في مبادرات اسمها سحورهم علينا طاقم الطبي وأيضا الشباب المتطوعين من الهيئة مشاركين في الجانب الصحي وتقريبا يوم ألف تم فحف أمنية شخص وتقديم الاستشارة المجانية لهم خلال فترات عبد التزامن مع المبادرات سحورهم علينا وكلهم مطوعين من مجلس شباب الهيئة أطباء الشباب من النصائح اللي نحن أو النصائح الصباحية اللي نختم فيها اليوم نقول لكم ابدأ عملك بالتشامل تسعد بها من حولك كن أنت طاقة إيجابية في عملك نحن دائما نقول صناعة الأمن صناعة الأمن خلال نحن نكون المبادرين الطاقة الإيجابية في الأماكن نحن نشتغل فيها الابتسامة ما بتسوي شيء ورمضان ما بيعني نبوز يعني نبتسل فخلالك الطاقة الإيجابية وبتسل في عملك شكرا لك يا أسمى سمعت يا دكتورة كلامها سموة ولا؟ هي سمعت سمعين كلامها ولا؟ أنا أسمع كلامها ودعم مبتسمة أصلا طيب أتذكر بأرقام التواصل معنا للإجابة على سؤال الحلقة اللي يقول إجراءه بسيط يعد العامل الأكثر فعالية في التقليل من مخاطر العدوى عند زيارة المريض عدم ملامسة المريض غسل اليدين قبل وبعد زيارة المريض أم عدم زيارة المريض نهائيا على أربعة صفر صفر ستة مع أسماءكم الثلاثية هذه المسابقة برعاية مستشفى الزهراء بدبي عندنا ثنين نفايزين واحد يفوز معنا بخمسمية درهم والثاني يفوز بإذن الله بباقة الفي آي بي للفحوصات الطبية اللي تقدمها مستشفى الزهرة وهي باقة جميلة جدا والأولى من نوعها تقريبا في المنطقة يعني مو في المنطقة حتى في مارة دبي يعني إذا تحدثنا بشكل كبير ما في باقة مثلها يعني جميل فجأزة قيمة طبعا إن شاء الله تعالى عموما تناول الطعام في طبق أحمر يخفض الوزن وجد الدراسة ألمانية السويسرية تم نشرها في مجلة أباتيت أبتايت 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 الدولية أن تناول الطعام في طبق أحمر يمكن أن يساعد في خفض الوزن ووجدوا أن تقديم الوجبات في أطباق حمراء اللون أو تناول مشروبات في أكواب من هذا اللون يخفض من الكمية مستهلكة من الأكل والمشروب بنحو أربعين في المئة وقال العلماء أن اللون الأحمر قد يشجع متناولي الطعام على تفادي تناول كمية كبيرة من الطعام لأنه عادة يرتبط بفكرة الخطر والممنوع والتوقف وأشاروا إلى أن هذا يعني أن الحكومة والقائمين على صناعة الطعام بإبكانهم يستخدموا الأغلفة الحمراء للأطعمة غير الصحية كنوع من الراد اعتجاهها وقد طلب خلال الدراسة من 31 تنميذ شرب الشاي في أكواب عليها إشارات حمراء وزرقاء فتبين أنهم شربوا من الأكواب المخططة بالأحمر بنسبة أقل بنحو 44% وفي الجزء الثاني من الدراسة عطوا 109 أشخاص كعك مملح في أطباق حمراء وزرقاء وبيضاء فتبين أن الذين أكلوا في أطباق الحمراء تناولوا أقل كمية من الأشخاص الذين تناولوا الكعك في الأطباق الزرقاء شو رأيك كتاب محمود؟ أنا رأي في الدراسة تحس أن لون الأحمر فعلا يجب أن تأكل أقل ما هي أشهر ماركة فاسفود لونها أحمر والناس لا تخضلين عليها ما تشوفوا سواء المستقب لا هو يقول لك الأطباق يعني بيبلت أي شيء في قلاس أحمر هو يمكن يعني ما اللون الأحمر نفسيا ما ما بتكون شكله يمكن خلنجرب جرب اليوم بس مثل ما قلت أنت يعني في عنا فصيلة والله لو تحطي لهم في طبق أسود فصيلة فصيلة يأكلون يعني وآهد لو تحطي لهم في طبق أسود بيأكل عادي تحط لهم غير طبق بعد مو مهم يقولك حتى صحن مابا حتى حطلي في إيدي مهم المشكلة باكل بس يعني تأثير الألوان ترى محمود مدروس من الزوان يعني كيف الألوان تأثر على مزاجنا على نومنا على أدائنا على إنتاجيتنا عشان تشكت شو مثلا وجود اللون الأخضر اللون الأبيض يساعد ناس أن يكونوا منتجين أكثر من الألوان الثانية عشان تشكت لهم بعد المكاتب ما تكون مثلا لونها داخل بنفسجي أزرق أسود لأن تتعارض مع الإنتاجية حتى لون الأحمر ما تلاقون داخل المكاتب عشان تشكت شفت أنت ما شاء الله للسوديو ما لنحن لونها شي يفتح النفس الأبيض هذا اللي على الطاول يسوي العكاسي نور طيب خلونا نطلع فاصل بعد الفاصل المستمعين ما نتواصل معاكم ففقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا نذكركم بسؤال الحلقة إن شاء الله بعد الفاصل فاصلوا ورجعين تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامج صحة وسعادة هذا برنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعةكم وميزة دائما إذاعة نور دبي عندنا سؤال حلقتنا اليوم يقول مستمعين إجراء بسيط يعد العامل الأكثر فعالية في التقليل من مخاطر العدوى عند زيارة المريض بتشطب لهم إجابة ولا بعد يعني أنا صدمت أن في ناس يجاوبون غلط أسهل من هذا ما فيه أسهل من السؤال ما فيه الخيارات التي جدامنا عدم ملامسة المريض غسل اليدين قبل وبعد زيارة المريض أو عدم زيارة المريض نهائيا ومنشيل إجابة عشان خاطر جدكتورة شكرا عدم ملامسة المريض منشيلها إذن الخيارين غسل اليدين قبل وبعد زيارة المريض ولا عدم زيارة المريض نهائيا على أربعة صفر صفر ستة مع أسماءكم الثراثية ويضطر شون الإجابات على إنستجرام لايف ما نقدر نسحب من هناك إنزيل بتكون اللهم صلى على محمد عنا جائستين إن شاء الله الفائز الأول بباقة باقة الفي اي بي مقدمة من مستشفى الزهراء نزيل للفحوصات الطبية قيمتها ألف درهم والفائز الثاني بخمسمية درهم كاش أيضا مقدمة من مستشفى الزهراء الكثير من الصايمين يعانوا خلال شهر رمضان المبارك من العطش خلال يعني الشهر بسبب بعض الممارسات اللي تتسبب في ذلك بدون ما يعي أو يدري الصايم أن مثل هذه الممارسات هي بتعب أو بتوصل لمرحلة العطش في رمضان طبعا في فتاوي كثيرة كل واحد يفتي الحين ومستوي خبير تغذية ويقعد يتكلم ويعطيك يقول لك ليش أنت تعطش وشو سوي عشان ما تعطش وشو لازم تاكر وشو لازم تشرب هذا شي جميل لما تكون المعلومة السليمة صحيح شيء سيء إذا كانت معلومة خاطئة نحن معنا يعني خلال فقرة فقرة التغذية في رمضان يوميا عندنا بيكون في أحد أخصائي التغذية اليوم نستضيف سيدة نجلة نرويش أخصائية التغذية في هي تصحابي دبي صباح شاء الله بالخير نجلة صباح كم الله بالنور والسرور حالة فيك نجلة خلينا نتكلم في البداية نشعل الموضوع على طول بما أنكم سلمتوا على بعض طاحت الهواط نتحدث بدايتنا على الممارسات الخاطئة التي تتسبب في العطش خلال شهر رمضان شو هي؟ بعض الممارسات بحيث أن مثلا حين هم يكونون صايمين فيحاولون أنهم يزيدون مثلا نسبة الملح بالأكل أنه لا ما بيطعام العيان ما يحبون يمكن ما يحبون الأكل ما فيها ملح زيادة هاي من ضمن الأشياء يعني خلاص تكون مثلا التطبخ صايمة ما بعرفة كيف تقايز الأكل نعم يزيدون كمية الملح في الطعام بالتالي خلاص وقت الفطور يكونوا نمر دي صايمين وتركيزهم وايد على الصوديوم صحيح الناس تخفل ما يعرفون مثلا الصوديوم وين ممكن بس يتحرون بس مرتبط بالملح صحيح قد يكون إضافات صوديوم كذلك في بعض البهارات المخللات بعد تسبب العطش في رمضان صحيح فيوم يأخذون الوجبات هاي اللي تكون نسب صوديوم المخللات حتى الأتشار أشياء ثانية هاي تسبب لهم عطش طول مهم يالسين يعني خلاص من بعد ما افطروا فالمهم أنهم يعاوضون كمية الماء يشربون كمية ماء كافية عشان شي نحن دائما ننصح أنهم يقللون كمية الملح بالطعام سواء على وجبة الافطار ولا حتى على وجبة السحور لأنه مهم جدا أن يعرفون حتى كميات الملح المستخدمة سواء كان حتى شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم إذا عنده خلل أو الطرام في ضغط الدم أو لا حتى للأطفال أو حتى للكبار صحيح كم هي كمية الماء اللي لازم نسألك عادة نحن نقول كمية الماء تعتمد على حسب وزن الشخص يعني إذا كان يعني مثلا وزنه أعلى يحتاج كمية ماء أعلى طبعا إذا يعني الفطور مفروض أنه يعني أول ما يبدون ما يبدون يعني مثلا يترسون معددهم بالماء بعدها هالشي خاطئ أنه بيمنعهم من يأخذون كفايتهم من وجبات ثانية فمهم جدا يعني يعرفون كميات الماء يعني على فترات يعني معتدلة بحيث أنا مثلا نحن نقول 35 فترة الصيف مضربة بوزن الشخص فبيطلع عنا مثلا كمية احتياج الشخص للماء صحيح أستاذة نجلة في ناس مثلا عندهم عادة ثانية مو بس يترسون بطل مع الفطور أننا عوض الماء بين الفطور لين السحور بحيث أن ما أخذ كفايته من الماء وما يصبني يعطيش خلال النهار هذه الفصيلة اللي كنا نتكلم لا غلط هو مفروض من يبدون الفطور خلاص يبدون ينظمون وقته مثلا قلاسين ماي كل سعتين قلاسين بحيث أن يوصلون كمية اللي يحتاجونها مو بأن يأخرون لين وقت السحور يأخذون احتياجهم من ضمن الاعتقادات الخاطئة أنا أشرب شاي وقهوة وهي نحس بسوائل أو عصاير مسوعرة أو عصاير تكون ركزة وفيها مواد حافظة بعد نحن نقول يعني كثرة الشرب المنبخات تكون مدرة للبول هي تسبب جفاف أصلا يعني ما بتسوي لهم ترطيب للجسم صحيح فضروري أن يأخذون حتى كميات معتدلة من المنبهات ضروري أنهم مثلا يعرفون كمية ماي كيف يوزعونها على مدار اليوم العصاير اللي فيه كميات سكر عالية ومركزة تكون صحيح لو يعني حق الأكل اللي المفوض واحد يأكل على السحور عشان بعد بإضافة يعني السوائل شو الأكل مفوض أنها أكل عشان ما يصبني أتفاد العطش خلال النهار مهم جدا يركزون على الخضروات اللي تكون غنية بالسوائل عندنا مثل خيار عندنا مثل طماطم حتى غني بالسوائل عندنا مثلا يركزون على الفواكه اللي تكون يعني ترطب الجسم مثل عندنا البطيخ الشمام الفراولة بس طبعا على حسب يعني الكمية مو بأن الواحد خلاص يكثر يكثر منها يعني نقول قدر احتياج الشخص يعني محسوب له بكمية السعرات الحرارية وشي لكن مهم جدا أنهم مثلا على وجبة الفطور يأخذون مصدر غني بالبروتين مثل نقول عندنا مثل بقوليات الفول طبعا ما يكون فيه نسبة ملح وبهارات عالية حتى أنهم يركزون على مثلا الزبادي الزبادي الألبان هاي بتقيهم العطش أثناء فترة الصيام صحيح طيب آخر نصيحة أريد أن توجهينها للصايمين بما أن موضوعنا عن العطش طبعا إذا الإنسان شعر بالعطش معناته جسمه ويد فقير للماء يحتاج ماء في جماعة الخير لازم يعوضون يعني هم لازم يعوضون نسبة الماء من وقت الفطور لوقت السحور عشان ما يشعرون بشعور العطش هذا كونه جسمه ويد يحتاج للماء جميل يعني ويشربها على الدفعات على دفعات نعم يعني دبت ماء يعود كفاية دبت ماء لتر ونص ممكن الشخص يحتاج لترين إلى ثلاثة لتر تمام جدا وقال الله وقت السحور يعني حتى لو بتم سهران لين وقت لهذا ما بتلحق تشرب محمود ويديني يونيق نشرب كمياتنا يعني هم يشوفون باعتقادهم أنهم شربوا أربع كواب أو خذوا ودبعوا ودن وهم خراص كفوا احتياجاتهم لكن لأسف يطلع صدق أن جسمهم يحتاج كميات ماء كبيرة من الفحوصات التي نحن نسويها يعني قياسات الجسمانية من العضل الدهون الماء نكتشف أن جسمهم يحتاج كميات ماء أعلى يوم نسألهم نكتشف أن كميات الماء قليلة يعني مقارنتهم باحتياجاتهم هو لو واحد يوزع طبعا محمولة وزعت بين فطول للسحوم وشلال الوقت طويل من الفطول للسحوم وفي طرق في طرق طرق معينة التي لا يتحمل طعم الماء وممكن يضيفون عليه نكهة ليمون مثلا عسب المثال نعناع بحيث أن يغيرون حتى نكهة الماء صحيح عموما نحن شاكرين لت حتي نجلة درويش شخصيات من خلال هذه البطولة وأيضا لرواد هذه البطولة فاللي يمر بطولة ناس يمر ستاند هيئة الصحة في دبي هناك خبرات تغذية نوجه لجميع النصايح إن شاء الله وفيه البروشورات وفيه الفحص السهولة والفحص كذلك شاكرين لكم هذه الجهود وبالتوفيج إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا سؤال حلقتنا اليوم على السريع إجراء بسيط يعد العامل الأكثر فعالية في التقليل من مخاطر العدوى عند زيارة المريض الإجابتين اللي تختارون بينهم غسل اليدين قبل وبعد زيارة المريض ولا عدم زيارة المريض نهائيا وأنا أستغرب لما حد يغلط في هذه الإجابة أكثر عنتي شو على أربعة صفر صفر ستة الإجابات فقط على أربعة صفر صفر ستة عندنا ثنين فايزين خمسمائة درهم واحد خمسمائة واحد كمون ألف درهم بحق فحوصات وإجابات كلها طبعا من خلال هذه المسابقة مقدمة من مستشفى الزهرات الدولية فاصل وراجعين شكرا تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي سؤال حلقتنا اليوم يقول إجراء بسيط يعد العامل الأكثر فعالية في التقليل من مخاطر العدوى عند زيارة المريض هل هو غسل يدين قبله بعد زيارة المريض أو عدم زيارة المريض نهائيا على أربعة صفر صفر ستة مع أسماءكم الثراثية مثل ما قلنا في جايستين خمسين درهم كاش والفايزة الثانية رح يصل على كوبون ألف درهم لفحوصات في آي بي من المستشفى الزهر الخاص في دبي طبعا نحن نوقف استقبال الإجابات يعني تقريبا بعد عشر دقايق يعني أصنع عشر دقايق عشان أكون دقيق جدا يعني طيب في حد يقول لي يتصل بتاعته هو إن شاء الله بدك لك تيلفون البارحة الفايز حارب يتصلون فيك حارب الكعبي أظن أني كان الفايز معنا تيلفونك مغلق مبارك الله فيك يعني مدام أنك فست معنا حاول حاول ترد عليهم طيب هيئة الصحابي دبي نظمت حملة للتوعية بمرض ضغط الدم اللي يصادف في 18 مايو كل عام 17 17 بعد ما عرفت فيك دكتورة ترأيي عقب صلحي لي 17 مايو من كل عام بهدف رفع الوعي والتدقيف الصحي بأسباب وعراض وطرق الوقاية من هذا المرض اللي يسمى بالقاتل الصامت الصامت دكتورة ميسون علي الشعالي خصائية طب المجتمع في حيات الصحابي دبي هيدي صحيحات لك 17 و 18 ومعنا في الستوديو الدكتور الدسوقي محمد إبراهيم الدسوقي خصائي طب الأسرة بيهايدي الصحابي دبي صبحكم الله بالخير صباح مبارك عليكم الشهر نورتنا في الستوديو ليش تقولي لي 18 و 17 هي أنا غلط صراحة بالرقم زيت يوم من عندي كم تاريخ اليوم 21 تمت تفكر المهم نتحدث عن بداية الحملة هذه وشو اللي تضمنتها من فعاليات فخبرونا قبل أن ندخل في أسباب ضغط الدم وغير من الأمور نعرف هذه الحملة شو كانت شو تضمنت وعلى شو ركزته أكيد طبعا حبيت أول أقول لنا شهر خمسة هو الشهر المخصص أو شهر مايو الشهر المخصص للتوعية بأهمية الوقاية من مرض ضغط الدم طبعا في أرقام مهمة لازم نعرفها أن عدد الوفيات من هذا المرض تقريبا 10 مليون كل سنة باختلاف المصادر في قرون 8 وفي قرون 10 مليون لكل سنة الهدر هذا له وقاية لكن المشكلة أن أغلب المصابين بمرض ضغط الدم أو نص تقريبا النص ما يعرفون أنه عندهم ضغط الدم لهذا السبب تكون الحملات مهمة أن نحن نسوي توعية للناس بأهمية الوقاية من هذا المرض خطورة المرض وكذلك في الحملات نعم المسح هذا المسح يساعدنا في الكشف عن المرض والحد منه طبعا العام الانترناشنال سوسايتي أو في براتنشن الاي اس اتج سووا أكبر حمل مسح على مستوى العالم شاركوا فيه تقريبا 100 دولة منها دولة الإمارات العربية المتحدة صار المسح لتقريبا 1.2 مليون من دولة الإمارات تقريبا 6000 شخص عندهم مرتفع في لا مسحوا الناس وشافوا منهم عندهم ضغط مرتفع ومنهم العاديين بس المسح صار لتقريبا 6000 شخص من هيئة الصحة في دبي تقريبا لألفين شخص السنة هاي نحن بالتعاون مع وزارة الصحة جمعية القلب وجمعية الإمارات وشركة سرفي سوينا تقريبا مسح وطني للتوعية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم طبعا استهدفنا الناس في كل مكان في المراكز الصحية في المولات بالتعاون مع آستر في الباص يروح لمناطق الصناعية ويعمل هذا المسح المسح عبارة عن تفحص ضغط الدم ثلاث مرات مع نوع من الاستبيان الاستبيان هذا في التاريخ المرضي الممرض أو المرضة الموجودين يسئلون المشارك إذا شايك ضغط دم السنة اللي طافت إذا عنده أي مشاكل صحية مع غير الضغط الدم نعم وهذا المسح يروح لكلاودس حق الانتروناشنال لسوسايتي طبعا هذا المسح مهم لأنه بيعطينا الآثباتات أو الدلاء العلمية اللي على أساسها نحن ممكن نسوي الاستراتيجيات اللي منها نحد من هذا المرض جميل طيب أسباب ارتفاع ضغط الدم غير الحرمة يعني في البيت دكتور حرام عليك لا لا السؤال طبعا شو هي طبعا في أسباب عديدة ولكن بيقسموها إلى سبب أولي وأسباب ثانوية السبب الأولي هو الأكثر شيوعا وده بيكون فيه عامل وراسي الأسباب الثانوية اللي هي بتؤدي لارتفاع ضغط الدم ودي بتكون بسبب خلل في بعض غدد إفراز الغدد في الجسم ودي بتحتاج فحوصات لأي مريض بيعاني من الضغط ولكن الأهم هو العامل الوراثي وطبعا بيزيد من العامل الوراثي السمنة التدخين عدم ممارسة الرياضة كل دي عوامل بتؤدي إلى التبكير بظهور ضغط الدم المرتفع صحيح دكتور انت جيت ظهور ضغط الدم المرتفع ففيها الأعراض معينة تظهر على المريض الدلن احتمال عنده ضغط دم مرتفع لان اللي يستوي لما الناس تلي العيادات ونفحص ضغطها نكتف ضغطها عالي قلت دكتورة مقياسكم خطأ أنا ما عندي أي أعراض أنا بصحة تامة وما عندي ضغط فشو الأعراض المفوضة تظهر؟ هاي الحرمة؟ لها ريال الحرمة تتعرف ان ضغطها مرتفع لان عندها لي رفع ضغطها في البيت الدكور أكثر عرضة شفتي شفتي الدكور أكثر عرضة مو من الحرمة نعم زي ما حضرتك أشرتي في المقدمة انه هو سمي القاتل الصامت سمي بهذا الاسم لانه في معظم الحالات لا يكون له أعراض صحيح ولذلك ممكن الشخص يكون مصاب برتفاع ضغط الدم بالسنوات طويلة ولا يأتي للعيادة أو المستشفى إلا لحدوث مضاعفات صحيح ولذلك مسألة التشييك قبله ولذلك سمي الفيتال ساينز انه أي شخص المؤشرات الحيوية المؤشرات الحيوية واحد هو على رأسها قياس ضغط الدم نعم لما بيزور أي شخص العيادة أول حاجة بتعمل قياس الضغط صحيح وفي كثير من الأحيان بيكون الضغط مرتفع للغاية والشخص لا يشعر بأعراض صحيح ولكن في بعض الحالات في بعض الحالات القليلة مرات الشخص يشتكي من صداع في مؤخرة الرأس أو دوخة غير مبررة نعم في هذه الحالات يجب أن نحن نقسه الضغط لأنه مرات بعد ونكتشف نعم أنه يكون سببها الضغط بس مش دواء السباب الرئيس صحيح طيب هني بس فيه سؤال رسالة طويلة صاحب الرسالة اللي كان يتحدث عن التحاليل اللي سواها في أحد المراكز الطبية اللي هو عامر محمد بتصلبك إن شاء الله أتأكد أن رسالتك بتتحول وبيتصلون فيك وبيأخذون لازم وأن أشكرك على هذه الرسالة دكتورة نتكلم عن تأثير المرض على الصيام شو هي تأثيرات المرض على الصيام شوف بالنسبة للصيام هو ثبت أنه بالنسبة لضغط الدم معظم مرضى ضغط الدم يستطيعون تحمل الصيام بشرط أن يكون الضغط منضبط وباستشارة طبيب خاصة في الأسابيع التي تسبق سيام شهر رمضان يجب أنه الشخص يكون بيتابع بشكل دولي عشان الطبيب المعالج يتأكد أنه ضغط الدم عنده مش مرتفع ويقوم بتعديل جراءات الدواء لأنه الشخص اللي بيأخذ دواء الصبح وبعد الغداء أو بعد العشاء بيتغير الوضع وبيأخذ دواء بعد الفطور وبعد الصحور فمرات الشخص اللي بيأخذ مدرات البول كان بيأخذها في الأول صباحاً بتتعكس الآية وبيأخذ بعد الفطور عشان لا يعاني من مسألة إدرار البول أثناء النهار الملخص أنه عدد كبير من مرضى الضغط بيستطيعوا تحمل الصيام ولكن لما يكون الضغط مرتفع للغاية أو المريض بيحتاج عدد كبير من الأدوية يجب استشارة الطبيب لتحديد قدرته على تحمل الصيام بس حبيت أقول دراسة فيه دراسة سووها على 18 شخص مصابين بالضغط وأثر الصيام عليهم فطلعوا من هذه الدراسة أن الصيام لا يؤثر سلبياً على ضغط الدم بشرط أن المريض يلتزم بالعلاج الدوائي صحيح دكتورة ميسون كيف الضغط الدم ممكن يأثر على أعضاء الجسم؟ وشو الرقم اللي يطلع لو قسنا يطلع نقول من هالرقم في عندك ارتفاع في ضغط الدم؟ ضغط الدم أول شيء ممكن يأثر على أعضاء مهمة في الجسم مثل القلب والكليتين العين لهذا السبب نحن نحب الناس دائماً ضغط الدم عندهم أو مرضى ضغط الدم يكون عندهم الضغط نعم القراءة الطبيعية لضغط الدم 120 على 80 نعم من 120 إلى 130 على 98 يسمونه مرتفع بس هو أليفيتد بس مش مشخص أنه عنده ضغط الدم الضغط يشخص من فوق 140 اللي هو الانقباضي والانبساطي 90 90 هنا نقول الشخص عنده ضغط الدم دكتور دوسوقي الآن الشخص لما اكتشف أنه عنده ضغط الدم شو الفحوصات لازم يسويها؟ هل يجب أن يسوي كل الفحوصات منه الاقتصاصات اللي يجب أن يشوفها؟ وصلاً ما بيكتشف من بعد الفحوصات؟ لا هو العيادة عادة نسوي للمشارات الحوية يطلع ضغطها عالي ونقيسها مثل ما قال دكتور ثلاث مرات وكتشفنا ضغطها فعلاً عالي ونحن نبدأ معاه خطة العلاجية طبعاً فيه بلا شك أنه أي شخص بقياس الضغط ونجده أنه مرتفع أو ما قبل المرتفع يجب أنه بيعمل نوعين من الفحوصات الفحوصات المبدئية الفحوصات المبدئية دي بتشمل رسم قلب وأشع على الصدر وظائف الكلة مهمة جداً مرات فحص قاع العين بهدف معرفة إذا كان هذا الشخص يعاني من الضغط الفترة طويلة ونتأكد من أنه الأعضاء الحيوية المهمة لم تتأثر القلب والشرين المخ والكلة لأنه يأثر على الشعارات الدموية طبعاً اتفاع ضغط يأثر عليها طبعاً مهم جداً علاوة على أنه في بعض الفحوصات الإضافية لمعرفة إذا كان ارتفاع ضغط الدم ده ثانوي أم أولي صحيح يعني ممكن يكون الشخص عنده هرمونات خلل في الهرمونات هي السبب في ارتفاع ضغط الدم صحيح 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 جميل طيب دكتور سمحي دكتور نحن نوقف استقبال الإجابات على مسؤال المسابقة وما ترى بس نسحب على الفايز معنا إجراء بسيط يعد العام الأكثر فعالية في التقليل من المخاطر العدوى عند زيارة المريض شو هو هذا الإجراء؟ غسل اليدين غسل اليدين قبل وبعد زيارة المريض ونستغرب يبحث يلي عدم زيارة المريض عدم زيارة ما بزور تطعون النبي وصف زيارة المريض أنت ما راح تزورها عموماً فيه هنا سؤال يقول هل القراءة 100 على 140 تعتبر مرضية؟ 140 على 100 140 على 100 140 على 100 تعتبر مرضية ويجب يأخذ الأدوية أما بحمية بالنظام غذائي صحي أو بالالتزام بالرياضة أو بالأدوية يحافظ على ضغط الدم تحت المستوى 90 إلى 90 إلى 140 طيب شو أهم النصايح التي توجهونها لمرضى ضغط الدم؟ أخذ نصيحة هنا ونصيحة هنا فضغط يكون مرتفع مرة واحدة مرة واحدة لا تكفي لايف ستايل أو نمط الحياة نمط الحياة وتغيير نمط الحياة هو الأساس في العلاج فإذا كان الشخص عنده سمنة عندما يفقد الوزن الضغط بينضبط إذا كان الشخص مدخن يجب أنه يفكر في الإقلاع عن التدخين إذا كان لا يمارس رياضة يجب أنه يمارس رياضة إذا كانت عاداته الغذائية منها أكل كمية كبيرة من الملح يجب أنه يتوقف عن هذا ويقوم بقراءة كل ما هو مكتوب على المنتجات الغذائية لأنه مرات بيكون الملح موجود بكمية كبيرة في المأكلات المحفوظة فدي باختصار بعض النصايح اللي بنقولها لمريض ضغط عند زيارته للعيادة صحيح دكتور ميسون طبعا دكتور ديسوقي كفا وفا بس حبيت أزيد أن في أي مكان تشوفون في حملات لضغط الدم روحوا وقيسوا ضغطكم واحد من الأشياء اللي توقل من المرض نفسه أنك ما يما تشوف مكان فيه يقسون ضغط الدم تقس ضغطك ونفس الشيء الحين ينصحون أن الواحد دايما يخفف الضغوطات النفسية عن نفسه ومن الأشياء اللي ينصحون فيها الحين اليوقا هذه تقول أنا صاحب الضغط مرتفع بس فرمضان يرتفع في النهار وينزل في الليل ورسالة ثانية تقول أنا عندي حالة نفسية قديمة جدا وضغطي يطلع بثواني من زعلي وحسن راسي يستوي وايد حار فهي هو أحد أسباب يعني والعوامل الرئيسية الضغط النفسي والسترس حاول الكثير ما تقدرون تتجهون الأشياء اللي تخليكم مرتاحين الحين ينصحون باليوغا إذا في حد ما يحب يشوف شو الأشياء أو الممارسات اللي تساعد أنه يخفف الضغط النفسي عليه وفي التأمو والمديتيشن كنا سحين يتسوي وتقليل الكافيين طبعا كافيين روح يرفع مع الضغط رجوعا لسؤال سبحانوط الأختي اللي سألت هذا النوع من الضغط يجب أنها تراجع الطبيب لأنه هم دول النوعيات من المرضى اللي ممكن ما ننصحهمش بالصيام لأنه ده ممكن تحتاج أكتر من نوع دواء وفي فترات أثناء النهار تحتاج دواء فده النوع ده لازم تراجع الطبيب وفي مرات بنطلب منهم منهم يقيسوا الضغط بشكل منتظم في البيت لو بيسموه بنيديهم جهاز بيقيسوا بيه الضغط في البيت بحيث نعرف متى يرتفع الضغط ومتى ينتظم ومتى يكون طبيعيا ممتاز شكرا لك دكتور خلونا بس نعلن أسماء الفايزين معنا في حلقة اليوم الفايز بيه 500 درهم معنا أمجد محمد خير والفايز أو الفايزة بالباقة شو اسمها دكتورة؟ ما شو اسمها محمود؟ شوكينج زهانج؟ زهانج؟ إذا الاسم صح قاعد طرشينا يعني أنت لماذا افترضت لنا حرمة ومو بريال؟ ما دريال حرمة أو ريال ما دريال اسم صح نقرها؟ عموما شوكينج زهانج هو فايز معنا دكتور نحن شاكرين لكم تواجدكم معنا دكتورة ميسون علي الشعالي خصائية طب المجتمع في هيئة الصحة في دبي والدكتورة محمد إبراهيم الدسوقي خصائية طب الأسرة في هيئة الصحة في دبي شاكرين لكم هذا التواجد وإن شاء الله يا رب ما يرتفع ضغطكم أبداً شكراً وإن شاء الله ما رفعنا ضغط الجمهور قلنا عمونتوا بخير وانتوا بصحة شكراً إسرائيل هاشمي كانت معنا في التنسيق شكراً أيمن سرحيل شكراً لجدكتورة ندل ملة شكراً لكم أنت ما شاء الله ضغط جدوم مرتفع أنا؟ أحياناً أحياناً من عشر لحداش من عشر زين أغوماً حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد تقبلوا تحياتي أحدثكم حمود يوسف العلي وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي